استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي لاسو كوفر رئيس الجمعية الوطنية المجرية بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسفير أندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي رحب بزيارة رئيس الجمعية الوطنية المجرية إلى مصر معربا عن تقدير مصر لعمق العلاقات الصنعية التاريخية بين البلدين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور لاسو كوفر رئيس الجمعية الوطنية المجرية وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسفير أندراس كوفاكس سفير جمهورية المجر بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس الجمعية الوطنية المجرية إلى مصر معربا سيادته عن تقدير مصر لعمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وما يجمعهما من روابط تعاون وقواسم وقيم مشتركة انعكست على علاقات صداقة متميزة وممتدة بين البلدين من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية المجرية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والمجرية ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات لسيما على الصعيد البرلماني وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة في جميع المجالات كما تم استعرض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة التداعيات الدولية مختلفة الأبعاد للأزمة الروسية الأوكرانية موسيقى